عملت ألأ. صباح الخير. صباح النور. عملت ألأ. عملت ألأ في رمضان. فرصة تانية. الحمد لله. بس مبروك. الله أبرك فيك. مبروك على الترند. مبروك على الترند وعالنجاح. الحمد لله. ده تاني عمل لك دراما بعد حواديد شانزاليزي. بالزبط كده. كلمني بقى عن مسلسل فرصة تانية. كواليسه. مسلسل فرصة تانية مسلسل لايت. خفيف جدا بسيط. موضوع قصة بسيطة. ما فيوش أي حاجة. هو الموضوع بيكلم عن الفرص التانية. وبيكلم عن أشكال الحب المختلفة. وأشكال الحب المرضية اللي موجودة. وبيكلم على العلاقات اللي بتبان شكلها بسيط جدا. بس هي بيبقى فيها تفاصيل كتير. فهو الموضوع بكل بساطة مسلسل لايت. فيه تاتش رومنس. تاتش قومي دي. تاتش رومنس. هو يعني بهذه البساطة. بس. رغم الانتقادات اللي جات على المسلسل. ولكن المسلسل قدر أنه هو يلفت الانتباهة. بسبب المفاجآت الكتير. وبسبب القصص الحب المعقدة. شفت الانتقادات دي ازاي. وتعاملت معها ازاي. بصي الانتقادات كانت كذا شكل. فيه انتقادات كانت كلها نفس الطريقة. أو نفس الكلام. اللي هو يعني من أجل الانتقادات بس كده. دي ما عرفتش هبص لها أصلا. بس فيه انتقادات كانت لطيفة جدا. الناس عندها حق في حاجات بصراحة يعود. يعني أنا كان فيه حاجات كوميكس كده بيحصل لها شير. وبيتجيه لي بشوفها. روحانا عمل لها شير. ويقول لهم واتحك وكده. لأنه موضوع فيه حاجات حقيقية عند الناس عندهم حق. هو الموضوع أبسط من كده يا جماعة. بس هي الفكرة أنه هو نفسهم أبطال العماء على لسانهم في حلقات الأخيرة. قالوا احنا كنا مصعبينها على بعد. أو الموضوع بسيط. وهي فقالا الموضوع احنا كنا هزين نوصل لكده. إنه ساعات بنعقد الموضوع هو موضوع بسيط. الموضوع مش مستهل كل اللفة دي. هو قال لك هي مستهلة يا ملك اللفة دي. كانتش مستهلة اللفة دي. فدي نقطة طبعا مهمة جدا. حاجات التانية أنا عجبني من الناس المتوحدة مع الشخصيات فكانت زعلانة من أبطال العمل عشان الشخصيات وحشة. مثلا زي الناس كانت زعلانة من آيتن عامر عشان ريهام ما عندهاش كرامة. انت زي ما عندكش كرامة كده وبيشتموها بشكل قوي جدا. هما يا جماعة آيتن كويسة وعندها كرامة. الموضوع كله عند ريهام يا ريهام اللي شخصياتها عندها مشكلة يعني. درس ده مرض. مرض موجود اسمه borderline disorder كنا كنا مذاكرين وهو مرض موجود عند ناس وطريقته كده. انت جبت لها جبت طبيب نفسي عشان تقدر ان هي تتقن الدور وفعلا في ناس ممكن تتموت نفسها والحب الجنوني وانها تفضل كده يعني فيش كرامة فيش أي حاجة. في ناس بتوصل للليمت ده. بلس ان دي دراما يعني ففيها حاجات شوية. بالإجزاجرية حاجات بس هو في الوقت الاخر الموضوع ده موجود اه موجود. يعني الحالة دي موجودة منها كتير اه في موجودة منها كتير. يعني حتى كان في ناس بتعمل شيرلي بوست وكده فتقولوا انا عارف ريهام اللي في حياتك. انا عارف فلان يعني هتلاقي انه في كل حياة واحد فيه ريهام. في كل حياة واحدة اكيد عد عليها حد زي متحة اللي هو دياب بتفاصيله. فيه زي مجدي يعني احمد مجدي بالتفاصيل بتاعت زياد يعني. يمكن من ضمت كمان الحاجات انه ناس كانت مستقع يعني اتكلمت عنها. فكرة انه يعني ملك طلع من حادثة كبيرة اوي. وبعد كده ظهرت وهي في المستشفى بعد العملية وهي ما شاء الله هي زي الامر. بس هي ما كانتش في ميكوب هي كانت ناسها وده النس اللي عمليته على الفيسبوك. يعني الناس حطت هي الميكوب والحاجات وبتاعي. اشتركوا في القناة.